الفساد المتراكم في صلاح الدين بات مشكلة كبيرة تحتاج إلى تحرك حكومي هذا ما أكد عليه الأهالي بعدما كشفت هيئة النزاهة عن فساد بأكثر من ثمانية مليارات دينار في التربية عرابه كل من مدير التربية وبتواطئ من النائب الحالي والمحافظ السابق أحمد عبدالله جبوري أبو مازنة وبحسب وثيقة حصلت عليها قناة الفلوجة فإن النزاهة فتحت تحقيقا باختفاء أكثر من ثمانية مليار دينار كانت مخصصة ضمن برنامج تأهيل القطاع التربوي في المدن المحررة لشراء مستلزمات واحتياجات لمديرية تربية صلاح الدين إلا أنها اختفت بعد صرفها بقوائم وهمية دون وجود أي مستلزمات أو معدات لمخازن التربية زعماء الفساد اللي نريد لهم حساب سواء من قضاءات من نزاهة من غير حساب شديد وما يستلمون مناصب ثانوية لأنها من لحظة السلبيات مالتهم السرقات المدارس متهالكة الطلاب حاليا يفتقرون للرحلات الكتب القرطاسية كل هذا ما موجودة أبنية حاليا كلها متهالكة ما معني مصانة 8 مليارات وكسور هذه السرقات من المحافظ إلى أمجة طلمس وغير وغير زين هذول ما يتحاسبون لازم يتحاسبون وتأخذ مناصبهم ما ينطلع أي مناصب يعني إلا أمثالهم هذا وفتحت قضية اختفاء ثمانية مليارات دينار من مخصصات التربية الباب للتحقيق في ملفات فساد أخرى في محافظة صلاح الدين كانت تنفذ بإشراف النائب الحالي والمحافظ الأسبق أبو مازن ومن تلك الملفات مشروع تنظيف دوائر المحافظة الذي بلغت تكلفته أربعة مليارات دينار والذي أحاله أبو مازن لشركات يسيطر عليها عندما كان محافظا لصلاح الدين وتضمن المشروع بحسب وثيقة حصلت عليها الفلوجة تأهيل وصيانة التأسيسات الكهربائية في دوائر المحافظة وتنظيفها أبسط مثال دار تسجيل عقاري في مدينة سامر رابعة مؤجر والدار اللي هم منفروض يأهلوها متروكة مهجورة وغيرها هو دوائر بدأ نشوف شي ملموس كخدمات كعمار كشيل الدوار أو صرفيات نفسها متهالكة تعبانة والأشخاص اللي صرفوها ما نعرف وين ودوها النزاها وين دورهم الدعي العام وين دورها نطلب هاي التحقيق وهي المبالغ لأن هاي الموال شعب مو المفروض شخص أو شخص يتمتعون بها وطالبت الأوساط الشعبية بالتحقيق في الكثير من قضايا الفساد المتهمة فيها جهات سياسية نافذة تمكنت مؤخرا بفضل نفوذها من السيطرة على إحدى المؤسسات الوزارية المهمة اشتركوا في القناة